اهلا من جديد في ملفين الثاني اصدرت الادارة الذاتية تابعة لحزب الازحاد الديمقراطي الذي يرأسه صالح مسلم اصدرت قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة الف دولار على كل شخص يود دخول مناطق سيطرة الحزب في سوريا بقصد الزيارة من جهة اخرى وردت انباع النية امريكا تحويل مطار المالكية الزراعي الى قاعدة عسكرية نتوقف عند التفاصيل حزب الاسد بقراراته واحكامه التعصفية لكن بنكهة كردية حزب الاتحاد الديمقراطي البيدي وبعد ان تسلم ادارة المناطق الكردية من النظام قام بفرض سلطته بقوة السلاح بقوة السلاح ايضا منع الحياة السياسية واعتقل النشطاء والاالميين او ابعدهم على اقل تقدير بالتزامن مع هذه الاجراءات اقام الحزب ادارته الذاتية وبدأ بفرض القرارات بما يتناسب مع مصالحه الحزبية كان اخرها فرض غرامة مالية بقيمة الف دولار امريكي على كل شخص يرغب بزيارة اهله في مناطق سيطرة البيدي وفقا لما نشرته الادارة الذاتية التعبع للحزب تحت مسامة مشروع تعديل قانون واجب الدفاع الذاتي وحسب القرار فانه يجب على المقيمين في الخارج وحامل الجنسيات الاجنبية من السكان الاصليين لمناطق الادارة الذاتية دفع مبلغ وقدره الف دولار في كل زيارة لهم على ان لا يتجاوز المبلغ المستوفي كبدل خمسة الاف دولار اي ما يقدر بالمجمل بحوالي مليونين ليرة سورية ووفقا للمصادر المقربة من البايديف ان القانون لا يشمل الكرد السوريين في قليم كردستان العراق او المقيمين في تركيا القانون والذي ما زال قيد النقاش اثار الكثير من الاستياءات لدى الناشطين والاوساط الكردية الذي يهدف بحسبهم الى سلب اموال المهجرين واللاجئين فيما وصفه اخرون بانه يستهدف تغيير ديمغرافية المناطق الكردية وفقا لأولويات السكان الحزبية خاصة ان القرار يخص الكرد دون العربة والمسيحيين معنا زيوار العمر كاتب سياسية من بلجيكا عبر السكايب وحسين جربي كاتب صحفي ومحامي كردي من هومبورغ عبر السكايب ايضا ارحب بكم وابدأ معك سيد حسين جربي اذا بحسب القانون انت ممنوع من دخول المناطق الكردية وكل كردي ممنوع اذا لم يتوفر لديه الف دولار هكذا قرر صارح مسلم الواقع أنا ممنوع من العودة الى المنطقة الكردية السورية ليس الآن منذ بداية الثورة السورية أو لنقول قبل ذلك بكثير بسبب النظام السوري ولكن بعد بدء الثورة السورية أنا ممنوع من العودة الى المنطقة الكردية السورية لانه ملاحق حقيقة من حزب صالح نسل من جماعته كوني أقوم بتعبير عن رأيي بأظهار انتقادي لبعض التصرفات التي الغير معقولة طبعا أقوم بوضعها تحت المجهر أقوم بانتقادها بكتابة ما يعني وضعها في سياقها حقيقة لذلك المثالات تتعلق بقانون تجديد إجباري أو تعديلات قانون الذي ممكن أن يقوم بتصديق عليه ومستقادي حقيقة سيسم تصديق عليه لأنه حدثت قبل الآن وقاع كانوا يصحون قضايا للنقاش على أساسية للنقاش ولكن بعد عدة أيام عندما يجدون بأن هناك كم هائل من الانتقادات لتلك المشاريع ومشاريع القوانين يقومون بالتصديق عليه وكأن المسألة كيدية هو الواقع القانون وضعات حتى لا يعود الناس إلى مدينهم إلى بيوتهم لأن النظام السوري منذ بدء الثورة السورية وضع لنفسي استراتيجية التخلص من الكرد بين قوسين المشاغبين أو الناشطين والاحتفاظ بالكرد المفيد بين قوسين أو الكرد المسالم الذي يمكن استفادة منه سواء بتجنيبه في ميليشيات صالح نسلم أو الذي لا يمتلك من وسائل المقاومة التي ممكن أن تتطور إلى عنف أو إلى غير ذلك لذلك بعد أن تم تفريغ المنطقة الكردية نتيجة عدة إجراءات منها تجنيب الأجباري منها تهجير منها فرض الأتوات الملاحقات الآن دأتي المرحلة الثانية هي فرض هذا بين قوسين القانون لأنه أقول قانون تجاوزاً لأنه صادر عن جهة غير منتخبة أقول قانون إذن لمنع عودة الناس حقيقة لا أحد سوف يعود الذي نجى بجلده من هذه الإدارة التي تقوم بالتجن وتقوم بالملاحقة وتقوم بالتجنيب قسرياً من سيعود بهذه الظروف ولكن حتى ذهنياً أو نفسياً سيتم القضاء على كل رغبة في العودة هناك الكثير طبعاً أستطيع المرء أن يقولوا في هذا الشأن ولكن حقيقة أكتفي بهذا الأمر سأعود إليك زيوار العمر هل بالفعل كما قال أحسين جلبي حتى لا يعود الناس إلى ديارهم وسوف لن يعود أحد هذا ما يريده صالح مسلم من خلال هذا القرار أو لديك قراءة أخرى لهدف هذا القرار نعم أولاً يعني هذا القرار غير صادر من الناحية القالونية أو من الناحية الرسمية غير صادر من حزب صالح مسلم هو مشروع قرار سيتم نافشته في المجلس التشيعي للتابع لكانتون الجزيرة وهناك انتقادات كثيرة وأنا كنت من أكثر المنتقدين أحد المنتقدين لهذا المشروع وأطالب حقيقة من خلال صفحة الزرقاء بضرورة عدم التصديق على هذا المشروع لأنه أنا أعتبرته قرار مجحف حتى لو لم يعد أحد إلى سوريا أو إلى المناطق الكردية تحديداً يعني في الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب السوري ووطننا السورية بصفة عامة يعني من الصعر التخيل أن الناس سوف تعود في ظروف التي تعيشها البلاد ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية سيعودون إلى مناطقهم وسيزاولون حياتهم الطبيعية أو هذا القرار من يشمل هل يشمل جميع الأكراد أم فقط المختربين في دول الخليج أوروبا باقي دول العالم طبعاً باستثناء أكراد السوريا والعراق أم فقط المعارضين لحزب الاتحاد الديمقراطي القرار واضح يا سيد مشروع القرار واضح يشمل جميع السكان الأطليين في المنطقة مناطق الإدارة الذاتية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و30 سنة لم يذكر مشروع القرار أن المعني بالقرار هم الكرد المعني بالقرار جميع السكان الأطليين من الكرد والعرب والمسيحيين الذين يعيشون في هذه المنطقة وحصلوا على إقامات في دول أجنبية وكان المخصوص فيها الأوروبا لكن من خلال قراءة الشغفية أنا أقول أن الأكثر المتضررين من هذا القرار سيكون الكرد لأن الكرد الموجودين في المهجر يشكلون الأغلبية وبالتالي سيكون ذلك هذا القرار عبء سقيل على كاهلهم في هذا السياق يعني في القرار أو المشروع القرار لم يذكر إثنية أو طائفة محددة وإنما ذكر في كل السكان الأطليين التابعين لهذه المناطق من الكرد والعرب والمسيحيين حسين جربي الملاحظة الآن صالح مسلم يتعامل يتصرف كحاكم لإقليم كردي يمكن هو يحلم بأكثر من هذا كحاكم لدولة يتمتع بدعم روسي يتمتع بدعم أمريكي أمريكا تريد أن تنشط قاعدة عسكرية في المالكية بالحسكة يعني في إطار كل هذا هل يعتبر هذا القرار مقدم لإقليم كردي يسعى مسلم لإقامته خصوصا أنه يحظى بكل هذا الدعم الآن حقيقة أنا أود التعليق على مسألة أن القرار يشمل البقية المكونات في الجزيرة السورية من العرب والمسيحيين وأود أن أقول هنا أن حدود صالح مسلم تقف عند حدود الملف الكردي خارج الملف الكردي صالح مسلم لا يتجرأ ولا يسمح له أن يتطاول أو يمد يده على عربي أو سورياني أو أي مكون آخر يعني صالح مسلم تلقى توقيع على ضيار فيما يخص الملف الكردي هذا هو مجاله خارج هذا المجال هو لا يتجرأ هو لا يسمح له الإظام لا يسمح له ولكن في موضوع المطار أنتم حقيقة يعني تبالغون في الأمر وكثير من الناس يعني عندما نتحدث عن مقاومات دولة كردية هي حقيقة غير متوفرة في المنطقة الكردية السورية لأسباب عدة لا أود أن تدخول فيها ولكن في الفترة الأخيرة ونتيجة عملية التهجير الكبرى التي حصلت يعني أين ستقام هذه الدولة الكردية أنا ككردي أسأل اليوم بعد أن هجر هؤلاء الناس أين مقاومات هذه الدولة حقيقة لو كان هذا الأمر موجود أما الصراع للروسي الأمريكي على صالح مسلم على قوات صالح مسلم وما يتبعه وحقيقة كل المسميات كل التشكيلات الإدارة الذاتية القوات الديمقراطية لا أعرف يعني سلسل نهائي لا تنتهي من الأسماء كل ما تتبع لصالح مسلم أو حزب العمال الكردستاني الذي ينطلق في عملياته من قنديل وهناك تنسيق بين هذا الحزب وبين نظام السوري أما الصراع الأمريكي الروسي على الملاث الكردي فهناك رغبة أمريكية في سحب الضفات قليلا من تحت أقدام روسيا بعد أن تجرأت وقصفت المناطق السورية وتدخلت لمصلحة نظام أمريكا تجد مثلا معزولة اليوم بالنسبة لمطار المالكية أنا حقيقة أستغرب هنا لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتأهيل مطار زراعي في المنطقة المالكية ومطار القامشي موجود يعني أمريكا عن ماذا تريد أن تبرن لنا مطار القامشي موجود هل هي لا تريد إحراج كلفائها وتريد يعني أن تذهب معهم بلا مدى بعيد وبأن المنطقة محرمة من نظام ولا يوجد نظام مطار القامشي موجود ومطار مؤهل عسكري ومدني يمكن الولايات المتحدة حتى يعني العسكريين أو الشنود الذين ستقوم أمريكا بتدريبهم سيمرون من جنب المطار وتذهبون إلى مئات الكيلومترات يعني لمحاربة داعش أمريكا تخضع نفسها وتخضع الآخرين أنا حقيقة يعني شيء جيد أن تقوم أمريكا بالتواجد إلى جانب الكورت روسيا أي دولة يعني روسيا حقيقة مع أنها موقفها مدان يعني تحارب السوريين ووقوفها إلى جانب الكورت هو قضيعة كبرى وناك الأمريكا التي نأت بنفسي عن الوضع حتى الآن أقول شيء جيد إذا وقفت إلى جانب الشعب السوريين ومن ضمنها شعب يعني من ضمنها الكورت ولكن أمريكا تتصرف يعني مع الكورت تتصرف مع تنظيم نعم زوار العمر طبعا كثير من الأسئلة طرحها حسين جلبي هل هذا القرار هو للتجنيد الإجباري بما أن الأعمار تتراوح بين 18 و 30 سنة وطبعا ما الهدف من قيام الولايات المتحدة بتحويل مطار المالكية الزراعي إلى قاعدة عسكرية يعني كيف ترى الأمور يعني أولا أنا قلت لك بكل وضوح أن المشروع القرار الذي صدر وتم الكشف عنه يعني تضمن بكل وضوح أنه يعني يشمل فئة عمرية محددة بين 18 سنة و30 لم يذكر فئة معينة من السكان المنطقة لم يقول أن هذا القرار معني به الكورت فقط بل قال كل السكان الأصلين في هذه المنطقة وهذا المشروع سيطرح على المجلس التشجيعي وسننتظر إلى حد يوم الثابت لنرى هل سيعتمد هذا القرار بشكل رسمي ولا لا أنا كنت حقيقة من أحد المنتقدين لهذا القرار ويعني انتهينا من هذه النقطة النقطة الثانية فيما يتعلق بالقاعدة الأمريكية يعني حكينا حول هذا الموضوع بالسابق أنه كانوا مستشارين أمريكيين أتوا إلى المناطق الكردية زاروا منطق مدينة كوباني ومروا على كل المناطق ويعني هناك حديث أنه الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإقامة قواعد معينة ليست في المنطقة الكردية في سوريا وأيضا في منطقة كردستان العراق لأن هذه المناطق تحادي مناطق سيطرة داعش وأمريكا حقيقة في تحالف متين وقوي جدا مع القوات الكردية سواء مع وحدات حماية الشعب الكردي أو مع قوات البشمارقة في كردستان العراق في إطار الحملة الدولية ضد داعش وكان هناك دعم عكري غير محدود بالسلاح والزخيرة والضبط الجوي لمواقع داعش لصالع الكوات الكردية في سوريا ولصالع قوات البشمارقة في كردستان العراق وأكد أكثر من مسؤول أمريكي أن الكرد يشكلون جبهة أتاتية يعني طليعة القوى الأتاتية في المنطقة في مواجهة داعش أشكرك انتهى وقتي أشكرك زوار العمر كاتب سياسي كنت معي من بروسيل عبر سكايب وشكرا لأحسين جلبي كاتب صحفي ومحامي كردي من هومبورغ عبر سكايب أيضا ختم هذه الحلقة من تفاصيل لهذا الأسبوع مشاهدينا دمتم في عملينا شكرا للمشاهدة